حل المتباينات لدينا اليوم متباينات اليوم متبايناتنا عن طريق الضرب نتخلص بهذا الضرب متباينات في حالة التخلص من الضرب يوجد عمليات تحويل متباينات المتباينات نأخذ مثال على هذا بسيط هو عبارة عن سالب نص سين أصغر من أو يساوي سبعة ونص عندما نقوم بالنظر في هذه المتباينة فإنه يسالب نص سين أصغر من أو يساوي سبعة ونص لو عملية تخلص من السالب نص هذه زي ما ذكرناها سابقا فتلاحظ ملاحظة بسيطة لاحظها هنا معايا لو قلنا أن الواحد أصغر من الثنين هذه صحيحة ولكن عندما نقوم بعملية تدخل الضرب في الطرفين في السلسل سالب واحد سالب اثنين لو قلنا أنه أصغر فإنه إجابة غير صحيحة سالب واحد أصغر من سالب اثنين هذه إجابة غير صحيحة والإجابة الصحيحة على ذلك أنه تكون أكبر يتم تغيير علامة التباين إذن تغييرت علامة التباين لماذا؟ لأنه أدخل على عملية السالب فذلك عندما نقوم بعملية التخلص من السالب نص لأنه في الطرف المجهول فنقوم بعملية الضرب سالب اثنين الطرفين والسؤال ينزل زي ما هو لاحظوا معي أنه سالب نص سين نغير علامة التباين لماذا؟ لأنه ضربنا في سالب إذن نتغيير علامة التباين الطرف الآخر في سبعة ونص ضرب الآن نقوم بعملية التخلص سالب اثنين مع اثنين مع السالب إذن يبقى لنا سين علامة أكبر منه يساوي سبعة ونص ضرب سالب اثنين إذن سالب خمسطعش نقوم بتمثيل هذا الرقم في المستوى الأحداثي سأل أعداد هذا خط العداد نرسم الآن خط العداد هذا خط العداد نقوم الآن بكتابة على خط العداد الآن عندنا سالب خمسطعش نقوم بتمثيلها مثلا هنا سالب خمسطعش من ثم سالب أربعطعش أصغر منها كذلك أصغر سالب أربعطعش كذلك أصغر سالب فناش وهنا أكبر مثلا نقول سالب خمسطعش ونت راح الآن لو نقوم بعملية قراءة هذه المتابعين سين تمثل قيمتها أكبر من أو يساوي سالب خمسطعش إذن قيمة سين هي أكبر من سالب خمسطعش إيش الأرقام اللي أكبر من سالب خمسطعش اللي هو سالب خمسطعش سالب خمسطعش إذن ما نحايا نقوم بعملية هذه خمسطعش نقوم بعملية سيركل ولكن عند وجود علامة التساوي نقوم بعملية السياكل لأنه يكون مضلل نختار لون ثاني أفضل نضلل الدائرة من ثم باتجاه في الطرف هذا إذن هذا المتابعين سين أكبر من أو يساوي سالب خمسطعش الآن نقوم بعملية كتابتها كزوج سالب خمسطعش دائنا مقلقة إذن نقفل القوس سالب خمسطعش من ثم علامة التباين رايحة فين إلى الطرف ما لا نهاية بالموجب وهنا سالب ما لا نهاية إذن هي رايحة إلى الطرف موجب ما لا نهاية وهنا نجعل الطرف مقلع هذه الفقرة الأولى والمثال الأول هنأخذ مثال آخر على ذلك مثال آخر على ذلك هو عبارة خمسة سبعين سين أصغر من أو يساوي مية وهمسة وعشرين الآن عملية التخلص من هذه عملية جدا سهلة عملية بالقسمة في خمسة وسبعين الطرفين الآن خمسة وسبعين خمسة وسبعين راحت يبقى لنا سين في هذا الطرف نفس كذلك لأننا قسمنا على موجب إذن لان تتغير علامة التباين مية وخمسة وعشرين على خمسة وسبعين نكتبها نفس ما هي من ثم اختصارها الآن مية وخمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين بإمكانها تبسيطها بعد التبسيط ستطلع لنا نفس علامة التباين ستطلع لنا خمسة على ثلاثة الآن نقوم بعملية تمثيلها على خط العداد هذا خط العداد الآن نقوم بعملية الترقيم هذا الخط اختار الصفر مثلاً الصفر لبعده واحد اثنين ثلاثة ثلاثة على خمسة هي تقع بين الواحد واثنين تقريباً هنا هي تمثل خمسة على ثلاثة أننا نقوم بعملية اختيار لون آخر لكي نمثل خمسة يوجد علامة التساوي إذن العلاء عند الخمسة الدائرة تكون مقرأة بعد ذلك نقوم بعملية قراءة عملية التباين سين تمثل أصغر من أو يساوي خمسة على ثلاثة إذن ما هي القيمة التي أصغر منها؟ سين القيمة التي أصغر من ذلك أصغر منها اللي هي الواحد وإلى ما لا نهاية إذن إلى ما لا سالب ما لا نهاية يتم تمثل ذلك وكتابته على شكل زوج إذن عند التساوي إذن زوج مقلق نكتب خمسة على ثلاثة من ثم فاصل متجه إلى السالب ما لا نهاية وهنا مفتوح هذا مثال آخر نأخذ كذلك الآن مثال آخر نقوم بكتابة المثال الآخر سالب ثلاثة سين أكبر من سالب عشر أن نقوم بعملية التخلص من السالب ثلاثة بالقسمة إذن بالقسمة من في كم؟ في عدد سالب إذن قسمنا في عدد سالب نقوم بعملية تقيير غلامة تباين إذن نقوم بكتابة السؤال مرة ثانية سالب ثلاثة سين عملية تتباين هنقيرها لأنه نقسم هنا سالب عشرة إذن لأنه نقوم بعملية القسمة في سالب سالب ثلاثة سالب ثلاثة أريد أن نقير هذا اللون علامة التباين بالأبيض لماذا؟ لأنه في حالة القسمة في سالب قمنا بعملية تقيير علامة التباين من ثم نتخلص من السالب ثلاثة مع السالب ثلاثة نرح مع بعض يبقى لأن السين علامة التباين أكثر من سالب عشرة على السالب ثلاثة نتخلص من ذلك أنه 10 على 3 لأن السالب مع السالب راحة تقريبا 10 هذه هي أبسط صورة لذلك أن نقوم بتمثيل هذا الرقم في خط العداد هذا خط العداد من ثم كتابة هذه الأرقام هنا مثلا الصفر هنا مثلا الصفر من ثم الواحد اثنين ثلاثة 10 على ثلاثة هي تقع بين الثلاثة والأربعة تقريبا هنا أربعة إذن تقع تقريبا هنا تقريبية لأن نقوم بعملية اختيار لون آخر عدم وجود التساوي إذن الدائرة مقلعة من ثم نسأل أنفسنا 10 أصغر من 20 أصغر من 10 على ثلاثة ما هي الأرقام التي أصغر هي الثلاثة والثنين والواحد ما لأنها إذن يتم كتابتها بهذه الصورة في هذا الطرف إلى السالب ما لا نهاية إذن نقوم بكتابة أولا العشرة على ثلاثة فزوج الزوج هنا للقوس سنكون بشكل مفتوح لأنه هذا موجود التساوي من ثم إلى سالب ما لا نهاية هنأخذ المثال الآخر كذلك المثال الآخر سيكون لنا سين على سالب 15 أصغر من 8 الآن نقوم بعملية التخلص من السالب 15 بالضرب في سالب 15 إذن نضرب هنا السالب 15 في الطرفين والضرب هنا كذلك سالب 15 سالب 15 سالب 15 سيبقى في هذا الطرف سين نفس أعلامة التباين صحيحة نفس أعلامة التباين لا تحول أعلامة التباين إلى الطرف الآخر لأنه ضربنا في سالب إذن تحول الطرف الآخر ثمانية في سالب 15 هي سالب 120 الآن نقوم بتمثيل هذا الرقم على خط العداد سنختار خط العداد سالب 120 كذلك هنا سالب 121 كذلك هنا سالب 119 كذلك هنا سالب 118 وإلى ما للإنهاء إذن سالب 120 نقوم بعملية اختيار لون ثاني هنا الدائرة تكون مقلقة لماذا؟ أو مفتوحة؟ هنا مفتوحة لأنه لا يوجد علامة منه سوا بعد ذلك نقوم بعملية قراءتها سين تمثل قيمتها أكبر من سالب 120 الرقام التي أكبر سالب 119 سالب 118 إذن بهذا الاتجاه ستكون التمثيل إذن إلى ما لنهاية بي الموجب الآن نقوم بعملية إذن ما فيه يساوي يكون القوس مفتوح سالب 120 طرف الأول طرف الآخر ما لنهاية بي الموجب هذا درسنا لليوم شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر